انتصار كبير لكولر اعتقد ان انتصار الاهلي على زمالك بتلت اهداف بيدعم كولر جدا وبيزقه ذاقة كبيرة جدا ليه الامام في مشروعه مع الاهل يمكن احنا كجمهور عندنا دائما العاطفة بتحكم في بتتحكم في عقلنا بمعنى ان يوم في السماء لو الفريق كسب واليوم اللي بعده الفريق كله بمدربه وبنجومه في الارض لو الفريق خسر وده دايما بيتحرك فينا وده اللي كان خاصل مع مارسل كولر من ساعة اما جاء يكسب يبقى مدرب هايل وماشي في مشروع اكتر من ممتاز يتعادل الراجل ده نحسه نص نص وبالتالي دي كانت حاجة مصعبة حياة مارسل كولر ولسه ما تثبتتش اخدامه كانت لحد بس بالضبط كده من الساعة تسعة ونص من الساعة تسعة ونص تثبتت اخدام مارسل كولر في النادي الاهلي وفي قلوب جمهور الاهلي ثلاث اهداف جايين من صبورة المدير الفني الهادئ الزكي اللي حضر فرقته بشكل اكتر من ممتاز وضرب ضربة قوية لمشروع الزمالك مع جزالد وفرارة دلوقتي الفرق بقى تمام نقط في الصدارة في الدوري المصري بين الاهلي والزمالك وبكل تأكيد ده ممكن يكون يلقي ظلاله على الزمالك في الفترة الجاية من المهم للزمالك انه ياخد الامور بهدوء بمعنى ان الخسارة تقيلة الجمهور من حقه يزعل الجمهور من حقه ان هو يفكر في مطالبة باقالة فرارة بان فرارة لازم يغير التشكيل دلوقتي يغير الخطة دلوقتي نشتري مهاجم دلوقتي نشتري لعيب وسط ملعب جديد دلوقتي اللعيب الفلاني انا مش عايز اشوفه تاني في ارض الملعب كل دي انطبعات منطقية جدا عند المشجع لكن المهم عند الادارة ان هي تكون عارفة كويس اوي هي تتحرك ازاي لو قررت تغير الجهاز الفني عارفة جدول الفريق احتياجاته ظروفه ومين اللي هيقدر يقود السفيمة بعد واحد كبير زي جزالدو فرارة ان رحل لكن ان شافت ان هي تقدر تجتمع مع جزالدو فرارة تسأله عن احتياجاته وتسأله عن ايه اللي ممكن يعدل مسيرة الفريق امتى ممكن تحاسب على الطريق اللي ماشي فيه جزالدو فرارة وانت تقدر تحاسبه دي نقطة اعتقد ان هي الانسر في الوقت الحال ان الناس الادارة تقعد مع جزالدو فرارة ويكون الاتفاق على خريطة الطريق نكون فاهمين فيها امتى نقدر نحاسبك امتى انت متخيل ان الاوضاع هتتحسن والله وقتها الاوضاع تحسنت كان بها الاوضاع ما تحسنتش يبقى شكراني وانت فعلا فقدت القدرة على تصحيح الاوضاع او على ادارة الفريق ده انسى بكتير من القرارات الانفعالية لان اسوأ لحظة في الدنيا لما تكون غضبان دايما بتاخد قرارات بتكون خطئة واكثر خطئة يعني خطأا من الخطأ الاخطاء السابقة وبتكون دي النتيجة ده فيما يخص المباراة وحسابات ما بعد المباراة اما ما يخص المباراة نفسها فهي ترجع لعدد من النقاط بصراحة بطالها هو مارسل كولر عايز احقيه جدا كمدير فني على قيادة الفريق لانه في المباراة تسموحة في المباراة تسموحة كان فيه حوامل مشاركة كتير جدا كانت بينة في طريقة لعب الرجل خلينا نتفق ان واحدة من اهم النقاط دايما دالوقتي بتشغل عقل اي مدير فني للاهلي داخل مباراة الزمالك هعمل ايه معالي معلول لان علي معلول زي ما كلنا عارفين كل منافس الاهلي بتحاول تستهدفه لانه برغم امكانياته الهجومية الكبيرة لكن دفاعيا عنده صغرة واضحة او الاهلي كان احيانا بيعاني من الصغرة اللي موجودة وراء علي معلول موسماني يلعب بتلاتة مدفعين عشان يغطيها والاهلي فيما بعد موسماني كان بيعمال يفكر ايه طريقة اللعب المناسبة علشان خطر ان يغطي المساحة اللي بظهر علي معلول مارسل كولر من الماتشين اللي فاتوا وتحديدا في ماتش سموحة كان بيتحرك بمحمد هاني اكتر بكتير بمعنى انه حاول يحرر محمد هاني علشان خطر يقلل انطلاقات عليه معلول ويقلل الكيلومترات اللي بيقطعها علي معلول وبالتالي الصعود بتاع علي معلول ما يكونش كتير وبالتالي يقدر يحافظ على طقته قدر الامكان فدي كانت نقطة مهمة خلت مارسل كولر لما يستدعي خالد عبد الفتاح مايفكرش يستخدم هاني كقلب دفاع برغم ان هاني لعب قدام الدخلية قلب دفاع وبرغم ان هاني لعب عدد كبير من المباريات كقلب دفاع لكن هو فكر فان خالد عبد الفتاح يلعب كقلب دفاع لان محمد هاني هيديله النفس الهجومي اللي محتاج والاهلي وهيعمل السنائية اللي محتاجها مع حسين الشحات علشان خاطر يقلل كتير من الضغوطات ويقلل كتير من الكيلومترات اللي محتاج يقطعها علي معلول النقطة التانية انه بيفتح الملعب دايما باحمد عبدالقادر وبالتالي هو عارف كويس ان احمد عبدالقادر يقدر ياخد انتباه الزهير الايمن للزمالك وهنا يقدر يحرك علي معلول عكس الطريقة الطبيعية لحركة علي معلول علي معلول في اوقات كتير جدا بيتحرك هو البرة واحمد عبدالقادر المفترض ان هو اللي يدخل جوا او الجناح الايصر يقدم من العمق لكن الاهلي مع مارسل كولير في اخر مبارتين تحديدا مطشو سموحة مطشو الزمالك النهاردة الهدف الثالث لأهلي بادي بان احمد عبدالقادر او الجناح الشمال فاتح الملعب ومدي فرصة لعلي معلول هو اللي يخترق القلب وهو اللي يتحرك في المناطق اللي مش متعود عليها الزمالك انه يستنى فيها واحد زي علي معلول اللي قدر بعد كده يعمل كرة عرضية نقطة بتاعت كهرباء نقطة بتبين تعامل الرجل نفسيا مع اللاعب لان كهرباء كلنا فاكرين مطشو رينيفايلر لما كهرباء خرج نفسه وخرج الاهلي كله من التركيز بتصرف لي علاقة بان سمع كان عنده ازمة مع العبت الزمالك في ارض الملعب حزم امام وهكذا ودي كلها حاجات استرد سلبا على الفريق مطشو النهاردة كهرباء كان اتعرض لضغط كبير من الجمهور وكان لأول مرة بيحتكب جمهور الزمالك بعد فترة ايقاف طويلة جدا وبالتالي كانت مباراة فيها صعوبة كبيرة ان كهرباء يحافظ على هدوء وداخل منطقة الجزاء ويعرف يتصرف في الكرة فدي نقطة ايجابية تحسب لمارس الكولر على المستوى النفسي اما على مستوى المغامرة والمفاجأة يعني ده فيما يخص التحضير التكتيكي علي معلول يلعب الدور ده وبالتالي لما علي معلول بقى بيلعب من القلب كمان بالمناسبة بقى عندك قدرة انك ترسل واحد من لعبة الارتكاز للأمام عشان يعمل الحاجة اللي بيحلم فريرة يطلعها من عمر السيسي انتم متخلين حمدي فاتحي هو الحاجة اللي بيدور فريرة عليها في عمر السيسي ان الراجل يستخدم الارتكاز داخل منطقة الجزاء علشان خاطر يكون عنده قوة بدنية تدي الفريق حدة داخل مناطق الجزاء بتاعت المنافس حمدي فاتحي قادر يتصرف داخل منطقة الجزاء بشكل اكتر من ممتاز وصنع الهدف الاول لكهربا من كورة من عند حسين الشحات زي ما قلنا الاهلي بقى بيهاجم اكتر من ناحية اليمين وبقى بيستخدم اكتر جابهته اليومنا علشان خاطر يخلي علي معلول حر في المنطقة دي وحمدي فاتحي عمر السلية في المباراة اللي قبلها اليوريانج في المباراة اللي قبلها يكون الراجل اللي بيستخدم علشان ييجي من الخلف غير مراقب وعنده قوة بدنية وحدة بدنية كلاعب وسط مدافع يقدر يحتكى بيه المدافعين ويكون كمان جاي وهو مفاجئ للدفاعات البيضاء اما الزمالك في المقابل فالجزالدو فريرا ناس كتير قوي بتلوم عليه في حالة الزمالك وبتقول ان استخدام 4-3-3 غير جيد للزمالك في الحقيقة عايز اقولكو حاجة هو 3-4-3 شخصيا كمان كانت في اواخرها في اواخر ايامها قبل ما تتغير لـ 4-3-3 ما كانتش اصلا جيد يعني الزمالك كان في 3-5-2 مش جيد وبعد كده غيرها ورجع لـ 3-4-3 الفريق ما كانش جيد وبعد كده راح لـ 4-3-3 على امل ان الفريق يبقى جيد كسب الاسماعيلي وعمل شو فالناس افتكرت ان خلاص الزمالك لقى طريقه في 4-3-3 وابتدى فريرا ينتعش ويحس ان 4-3-3 ليها طريق لكن في الحقيقة الاسماعيلي هو اللي كان وحش قوي يومها وبالتالي اللي حصل ان الزمالك اخد زي ما بيقولوا كده انذار كاذب وكمل جزالدو فريرا على امل انه يلاقي طريقة اللعب دي ايه هي طريقة اللعب طريقة اللعب دي بتعتمد على سيفة دين الشزيري في منطقة الرس الحربة والناحية الشمال مصطفى شلبي والناحية اليمين احمد سيد زيزو يبضلوا فتحين الخط بالشكل ده الفكرة ان المساحات اللي بيستهدفها فريق الزمالك اللي هي المساحات دي هو عايز امام عشور يملىها يسارا وعمر السيسي يملىها يمينا بصراحة اعتقد ان امام عشور يقدر يملى المنطقة دي وصود كرة والتانية فعلا في المباراة على مرمى محمد الشناوي دونجا كمان تصوباته لما كان بيبدل مع امام كانت جيدة واحدة منهم طلعه عشور ناوي لكن عمر السيسي اداءه كان بعيد تماما عن اي فكرة الاربعة تلاتة تلاتة بمعنى ان الرجل بدنيا هو اصلا ما بيجيلوش كورة يعني ما بيوصلش منطقة الجزاء اساسا علشان قاتل يعمل زي حمدي فتحي يستخدم قويته البدنية الرجل تمركزه في منطقة الجزاء سيء الرجل تمريراته بين الخطوط ما كانتش جيدة او تمريراته عموما لزميله مع زميله يعني مش قصدي بين الخطوط دي اللي هي حاجة تكتكية انا بتكلم على انه ياخد الكرة ينقلك لقدامه اول حاجة بيعملها عمر السيسي انه بيباصي لورا مرة تانية يحافظ على الكرة يقمنها ويقوم رجعها لورا طب فيه واحد قدامك فيه واحد على الجنب حاجة بعيدة جدا سيف الدين الزيري عايز بقى وفجيله النصيحة واحنا بنترجع للمطش وانه وزميلي يعني في جولدوتكو كان فيه ملاحظة فعلا لما تركز معها ان سيف الدين الزيري بيقع على الارض كتير جدا جدا في النص ساعة في الشروط الاولاني هو وقع على الارض اربع مرات انت بتتكلم في ان يعني يعني لا الفكرة الاولى ليك ما ينفعش بانك تقع على الارض ما ينفعش طول الوقت انت بتطالب بفاول ولا بتطالب بضرب الجزاء بذات انه نباين قوي كان من الاول ان الحكا مش هيدي لحد حاجة مش ملهاش قيمة وبالتالي كان ضروري جدا انه يبتدي غير من فكرته في اللقم هنا كانت فيه لقطة مهمة قوي محتاجين نستوعبها سيف الدين الزيري نصر راس ماله مؤتمد على السرعة وبالتالي لما بيقابل دفاعات عالية بيضرب الدفاعات العالية بحركته الكتير للاماب حلو ولكن اولا الاهلي في اوقات كتير كان بيلعب بدفاع متاخر لانه عنده نقائص كتير جدا وبالتالي ما عنديش ريزك عنديش قدرة على الرزك مش هخاطر يعني محمد عبمنع مش موجود معي علشان خاطر يبقى عندي لعيب سريع ومحمود متولي مش موجود معي علشان يبقى عندي لعيب بيباصي كويس انا معي واحد الاول مرة يلعب مع الاهلي في اساسي والاول مرة بيلعب مع الاهلي اساسي كمان بيشارك في غير مركزه الطبيعي وهو الظهير الايمن بيشارك في قلب الدفاع وهو خالد عبد الفتاح ومعه رامي ربيعة اللي برضه مش اساسي يبقى له فترة وبالتالي انت هنا بتتكلم على ان الاهلي اصلا كان مرحل خطوطه الخلفية نوعا ما وبالتالي مفيش مساحة كبيرة والاهلي ما كانش ضاغط قوي على الزمالك يعني دي برضه من التحية من الحاجات الجيدة الكولور اللي عملها انه في الاول في الاخر هو ما كانش بيلعب ضغط وكان بيلعب بدفاع من وصف الملعب ليه؟ لانه الناس كتير كانت عمالها تقول اضغط 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 هو في الحقيقة لو اضطر يضغط ده اللي كان فرر عايزه ان الاهلي يضغط فالاهلي لما يضغط خط الظهري يتقدم فيبقى فيه مساحة ورا سفة دينيوش زيري يستغل لها لكن مارسل كولور لانه قاري المشهد امن خط دفاعه بانه خلى الفريق متأخر النقطة التانية ان حتى لما كان دفاعه الاهلي بيتقدم شوية كان رامي ربيعة باخد خطوة ورا حدا هيقول لي ما دا طبيعي عايز اقولك لا مش دا طبيعي هي الفكرة ان رامي ربيعة باخد خطوة ورا سبب واحد بس ده الراجل الوحيد سفة دينيوش زيري اللي بيتحرك من غير كرة بمعنى الراجل دا احمد سيد زيزو عايز الكرة في رجله والراجل دا مصطفى شلابي عايز الكرة في رجله فبالتالي الاثنين مدين اريحية جدا للاهلي انه يعمل الميل بتاعه زي ما هو عايز في التعامل مع سفة دينيوش زيري يعني ايا كان سفة دينيوش زيري هيتحرك من انه انتجاه الميل سهب بالنسبة لاتفاع الاهلي وبالتالي قادر جدا للاهلي انه يتعامل معاه بشكل ممتاز والبطالي متحطيتشَ اي صعوبة على الاهل اممكن لو كان بيلعب اآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ وكان بيلعب على المساحة على السبرينتات على التحرك بدون كورة كان الوضع هيبقى افضل كتير لزمالك لكن وقتها كان عبدالشافي مش هيقدر يجاري اه الرتم العالى ده لكن بما ان عبدالشافي كده كده كان هيتغير طب مكانت اولا ان هو هلعب مواجن بشكل كامل هل صحيح هيبقى فيه خطورة علشان خاطر حسين الشاحات موجود طيب من انت عملت ايه؟ من انت خسرت برضو الموش وحسين الشاحات برضو صانع كورة وجون التاني برضو بلايته كانت جاي من ناحية اليمين وبالتالي انت مكسبتش حاجة ازا مالك اتغلب تاكتيكيا من مارس الكولر مارس الكولر تفوق على فريرة فيه ارض الملعب بامتياز خاصة في شروط التاني لان شروط الاولين في صحيحة كانت المباراة بطيئة جدا من الاتنين لكن في النهاية كان اللي الاهلي ما اراد في ارض الملعب كان الاهلي ما اراد في القائمة اخد دفعة ممتازة علشان يروح بها كاسة العلم للاندية ويرجع بعدها الدوري ابطال افريقيا بينما في المقابل الزمالك اخد خطة كبيرة جدا مع الخطة الكبيرة هننتظر نشوف ايه اللي هيحصل يمكن المختلف اللي يحصل ان ما يحصلش حاجة المعتاد ان يحصل حاجة فهخلينا نشوف ايه اللي هيجرى وخلينا نتابع مع بعض ونلتقي في اللايف جديد على فريجورد دوتكوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة